في الحال امتابع ملف الزراعة حيلا أنه فيه اهتمام كبير جدا بهذا القطاع من أجل دعم منظومة الأمن الغذائي عشان كده مصر وفرت حوالي 3.5 مليون فدان لرقاعتها الزراعية عبر استصلاح الصحراء وده أكيد حيكون ليه تأثير إيجابي على المحاصيل الحقلية على القمح على الرز على غيرها نهم المحاصيل الهمة بالنسبة للمصر وبالنسبة للمصريين أكيد خلينا نتكلم عن المحاصيل الشتوية إزاي الدولة بتدعم المزارعين عشان تزود الانتاجية ده اللي هنعرفه من ضفنا الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراع منورنا أهلا وسهلا بحركة كده دكتور أهلا بك يا فنجم وأهلا بكل السلام أهلا بحركة كده دكتور بداية نجاح مصر في استصلاح 3.5 مليون فدان ده رقم كبير جدا عايزين نعرف من حضرتك أهمية ده على المحاصيل الزراعية إحنا ابتدنا نحاق طرفة كبيرة جدا جدا في الفترة اللي فاتت في البداية بس سمحوا لنا نهنيكم وبنسبة العام الجديد كل دي سأحرك بعض كل دي سأحرككم تهويين ونهني الشعب المصري وقائد قائدا وشعبا وحكومة وجيشا وشرطة نتمنى الأمن والاستقرار والأمان لمصر مصرين الحبيبة مصر وطن يعيش فينا وليس وطن يعيش فيه كما قال بابا شنودة فده طبعا فرصة بقى نقول لأخواننا الأقباط أقباط مصر النسيج الواحد كل سنة وحضركم طيبين مناسبة عياد الميلاد المجيدة نتمنى هو عام سعيد عام فيه من الهدوء والاستقرار والأمن والأمان ينسينا ما حدث في 23 نتمنى عام سعيد عام إن شاء الله موفق على مصر الحبيبة وطبعا كمان فرصة بقى نبارك لشعب مصر الاستقرار وعادة انتخاب رئيس حبه كل المصريين متلف حوله وأخيرا وجد الشعب المصري من يحنوا عليه عام مصمر وعام أخضر طبعا نخش على الموضوع طبعا يمكن قطاع الزراعة لم يشهد هذا الاهتمام غير مسبوك زي ما حضرتك قلت في المقدمة يمكن فخامة رئيس الجمهورية يعني مش عايز أقول بمعدل إسبوعيا يقابل وزير الزراعة هي توجيهات مستمرة هي اهتمام غير مسبوك بالقطاع الزراعة من لا يملك قوت ولا يملك قراره فده كان أمن قومي الزراعة ويمكن احنا كمان الزراعة والصناعة يعني على طول ما قولت أن مصر بلد زراعية فاحنا على طول بنصدر المادة الخام لأ يمكن اهتمام في قامة رئيس الجمهورية بأن احنا بدل ما نطلع القط نطلع عميس نطلع المادة ما نطلعش مادة خام نضيف أدت فاليو أو قيمة مضافة التصنيع الزراعي التصنيع الزراعي فارتباط التصناع بالزراعة دي من الحاجات المهمة طبعا الدولة عليها دور واحنا كباحثين علينا دور والمواطنين عليهم دور طب احنا الدولة بتعمل عليها زي ما حضرتك قولت 3.5 مليون فدان هم تقريبا ما يقارب ل4 مليون فدان ده طبعا لما نقول أن تكلفة الفدان الواحد في الاستصلاح زي ما حكى مع الوزير الزراعة سابق القصير أمام في حكاية وطن أن احنا 4 مليون فدان في 250 ألف جنيه يعني تريليون جنيه هذا المبلغ الضخم التي اقتطعته الحكومة لتوفر الأمن الغذائي زي ما حضرتك قلت هل احنا قادرين أن احنا نوفر السلعة في الحدود الآمنة يعني يمكن يكون زي ما شفنا القطاع الزراعي يمكن قطاع مرن زي ما شفنا في أزمة كورونا زي ما شفنا سلاسل إمداد الحبوب وتوقف روسيا عن إمداد الحبوب الحرب الأوكرانية الحرب الفلسطينية وجود الكثير من ضيوف مصر الأعزاء من الدول العربية الشقيقة بداية من العراق ثم سوريا ثم ليبيا ثم السودان ثم فلسطين كل دول ضيوف مصر أضافوا للوطن المصر طبعا أعداد طبعا هم على الرحب والسعة في بلدهم التاني مصر لكن ده يتطلب توفير وجهد أكبر من الحكومة لتوفير الأمن الغذائي طبعا طبعا إحنا قادرين آه قادرين يمكن إحنا بقالنا كتير يعني فيه تحدي وتحدي وعلى طول تحت سترس طبعا إحنا نوفر أمننا الغذائي ممكن يبقى معنا معنا الفلوس ومش قادرين نجيب السلعة فده مهم جدا توفير الأمن الغذائي وتوفير احتياجاتنا ووجود يمكن دائما رئيس الجمهورية في كل توجيهاته مع الوزير ومع الوزير التومين يبقى فيه احتياط استراتيجي موجود للسلعة بمعنى أن احنا حضرتك يمكن احنا في الفترات الأخيرة مع ارتفاع الأسعار وما لقناش سلعة اختفت يعني حضرتك ما فيهش سلعة اختفت السلعة موجودة يمكن بعض زمالينا واصدقائنا اللي موجودين برا او المقيمين برا بيدخلوا بعض السلعة الملكاتات في البلاد الكبرى ما بيلاقوش السلعة لكن السلعة متاحة قطاع زراعي قطاع عمرين ما هو ده اللي كنت عايزة اسأل حرك فيه يعني ايه هي اهم السلع او المحاصيل اللي مصر حاولت توفرها او تزراعها للمواطن المصري اللي هي يعني بتوسل او بتدخل في دائرة الامن الغذائي ما هو يمكن عشان كده التوجيهات كانت المحاصيل الاستراتيجية بمعنى زي زي الامح الدرة بعض المحاصيل الاخرى الخضروات شوفنا حضرتك مشروع الصوب مشروع الدلتة الجديدة مشروع جنة مصر مشروع تنمية سيناء كل هذه المساعدة عادة تأهيل الريف المصري والاراضي المستصلحة يمكن احنا عشان الاراضي المستصلحة عشان تدخل في حيث الانتاج بتحتاج لفترة فاحنا المحافظة على الرقعة الزراعية يمكن دي طبعا دي مهم جدا المحافظة على الرقعة الزراعية طبعا احنا كنا في تمينات كنا 50 مليون وكانت الفجوة 50% يعني الوقت اصبحنا 105 مليون بالاضافة لديوط مصر الاعزاء وما زالت الفجوة 50% إذن ده جهد لما منقول ان الانتاجية بتاعة المحاصيل تضعفت من 10 ردب للفدان ووصلت متوسطات 20 ردب للفدان يقول قد ايه حجم العمل اللي بيتم يبقى إذن الدولة عليها تزود المساحات طيب زودنا المساحة 4 مليون فدان المساحة زادت من 6 و 3 من 10 يحسن الانتاجية من 6 و 3 من 10 مليون فدان وصلنا 9 و 3 من 10 أو 9 و 4 من 10 مليون فدان إذن هذه المساحات تدخل في حيز الانتاج تدريجيا يعني بيتم دفعها الجزء اللي بيستطلح بيدخل في المنظومة مباشرة يعني مع دلاش احنا تنسل رفاهية الوقت ما بقى ما أصبحناش بناخد ونركن ويوم الحكومة في سنة زي زمان لا يوم الحكومة بدقيقة حضرتك يمكن يمكن فاكرين اول ما الرئيس الجمهورية جاء قال انتوا فاضين انتوا هتقدروا تصح معايا سبعة الصبح فاكرين هتقدركم ديم في مقولة في البداية فعلا احنا بنلاحق بنجري على اساس ان احنا نلاحق لانه فيه تحدي فيه تغيرات مناخية فيه فيه عصير اصبحنا نرى اصبحنا نرى ارتفاع حرارة في طوبة يعني عصير في بعض البلدان سيول اصار التنين لما حصل من كم سنة اذا ايه اللي انا يبقى الحكومة بتعمل عليها بتزود المساحات انا بقى كباحث علي ايه علي دور اللي هو زي ما حضرتك قلت تحسين الانتاجية بازاج باننا بس تنبط اصناف والسلالات جديدة حالية في الانتاجية متوكبة ومتكيفة مع التغيرات المناخية الحادة مقولة ان جو مصر زمان زي ما حضرتك واحنا تعلمنا زمان وحنا صغرين حار جاف صيفا ده في اموم ترشتاء اصبحتوا العدم سواء حضرتك دلوقتي اصبحنا نرى في اليوم الواحد الكثير من التغيرات المناخية طيب ده بي عايز ايه عايزنا نتاجه للعلم زي ما قلنا باحنا عندنا تلت ادوار دور الحكومة اللي هي المساحة الدور لنا كباحثين اصناف جديدة عالية الانتاجية متكيفة قليلة الاستلاك المائي يعني بمعنى اننا طبعا احنا في فقر مائي يعني احنا وصلنا في مرحلة ان احنا تحت خط الفقر المائي احنا 600 متر مكعب للمتر مية للمفرد المصري احنا كنا يعني وخط الفقر 1000 متر مكعب يعني مفروض يعني فاحنا عايزين نوفر مية للشرب للزراعة للمشاريع الجديدة نضخ استثمارات جديدة طبعا تحريط مياه البحر حضرتكم البلد حضرتكم في كل مكان كده في مصري بتلاقي مشرؤات جديدة مواكبة طيب ايه تاني احنا ثلاث مرحلة رئيسية قلنا توصع افقي اللي بتعبيره الدولة توصع رأسي ان انا اخلي الصنف يجيب اعلى انتاجية منه بنعمل حاجة اسمها الخريطة الصنفية حضرتك دي بحوث وتجارب ان انا بخلي كل صنف يزرع في المكان اللي هو يجود فيه اللي يدي فيه اعلى انتاجية وده يتوقع خريطة الصنفية اه بمعنى ان انا اقول الصنف الفلاني يجود في الحتة الفلانية يدي اعلى انتاجية ده بحوث دي تجارب ما يصابش بالامراض ما يصابش بالحشارة بس احنا بقلنا فترة في مصر مطبقين الخريطة الصنفية يعني وتم توزيع اهتمام مباشر بقى احنا بنوزع التقاوي كنت تدي على التواجهات مع الوزير السلال القصير بنودي التقاوي الصنف اللي هيجود في محافظة المنوفية هيروح محافظة المنوفية اللي هيجود في الصعيد هيجود في الصعيد ده بيحط بوادي التقاوي يمكن السنة دي الاول مرة تحصل في مصر توفير مية في المية تقاوي معتمدة من محصول الامح ويعني هي فرصة وانحنا بنتكلم دلوقتي في المحاصيل الشتوية ومحصول الامح ان احنا بنقول لاخواننا المواطنيين احنا علينا دور زي ما احنا بنقول زي ما كنت بقول الدور بتاع المواطن انا الحكومة بتاخد مني الامح بالسعر دلوقتي يعني حتى سعر استرشادي 1600 جليل اردب يمكن هذا السعر كان غير مرضي للمزارع لكنه لما نجي نقارن نقارن ده بالسعر العالمية دلوقتي هو اعلى من الأسعر العالمية لب أنا لأ ده هو سعر استرشادي سعر دموان بمعنى ان لو الأسعر العالمية زادت الحكومة ملتزمة هتاخد بالسعر العالمي للزيادة حرك مدير معهد المحاصيل الزراعية لأي مدى هذا المعهد يعني بيؤثر على حركة الزراع في مصر بيؤثر على حركة المحاصيل الاستراتيجية وبيؤثر ايضا على ارشاد المزارعين على ضرورة زراعتهم المحاصيل بعين يمكن بس حضرتك قبل الموجز كلنا بنتكلم في السعر الاسترشادي وهول حضرتك الموقت اللي بنتكلم احنا كلنا بنتكلم على ان الدولة بتاخد الامح من المزارع بسعر استرشادي بمعنى انه هو اذا زاد السعر عن هذا الحد اللي هي حطها بتاخد السعر الاعلى اذا القل هي ضمن انه ياخد اثناء الحصاد هياخد بنفس السعر اللي هي حطها الدولة طب الدولة بتاخد منها بتاخد الامح في صورة امح وترجعونا في صورة خبز مدعم طب اطمن حضراتكم وطمن الشعب المصري ان احنا عندنا اكتفاء ذاتي من رغيف الخبز المدعم يعني التسع مليون تون دي بننتجهم في مصر يعني اذا الباقي التسع مليون اللي بنستوردهم دول دول لبعض الصناعات القائمة على الخبز ارجع بقى لحضرتك دور المعهد وايه المحاصيل الحقلية المحاصيل الحقلية هي المحاصيل الاستراتيجية زي يعني بمعنى انه لا غنى لأي بيت في مصر عن هذه المحاصيل بمعنى ان ما فيش بيت في مصر بيستغنى عن غيف الخبز عن طبق الرز عن طبق الفول طبق المكارونة طبق العتس كل البصل كل هي دي المحاصيل الحقلية يعني المكارونة دي من المصنعات بتاعت الأمح وغيرها لكن احنا نجب نزرع مكارونة لا نجب نزرع مكارونة طبعا يعني حضرتك انا بقول لحضرتك ان ده في أمح نوع من الأمح اسمه أمح الصلب أو الأمح الديورم ده اللي بنوديه في وجه الإبلي ده أمح اللي بتزرع طب فرصة بقى وحنا نتكلم عن الأمح نقول ان احنا السنة دي ان شاء الله احنا بدأنا الزراع في نص نوفمبر لحد أول يناير ما زلنا بنزرع في بعض الزراعات دلوقتي المتأخرة اللي هي بعد الخضار أو بعد البرسيم التحريش اللي احنا بنقول لإخواننا المزرعين بعض الاهتمام باستخدام بعض الأصناف زي ساخة 95 مصر 3 مصر 4 ميزة 171 ستة 14 هذه الأصناف يمكن بتفرحها أعلى شوية هتقلل ان احنا اتأخرنا في معادة الزراعة في الفترة اللي جاية طبعا هنقول زود بعدل التقاوي شوية بمعنى هزي تستخدم 60 كيلو لا خليه بـ 75 كيلو عشان ازود عدد النباتات في المتر المربع وبالتالي لتأثر المحصول نستعجل في راية الموحياة ما انأخرت شرية الموحياة وده مهم اضافة جرعة تنشطية مع الزراعة ده مهم جدا ممكن انا متأخر في الزراعة ما استخدم استخدم زي أو ما فيش خدمة ان انا على الخطوط اللي مزروعة سواء كانت خضار انقر الامح في في نهاية عمر المحصول للخضار قبل ما شو لان المزارع بتاعنا المصري مزارع شاطر بيزرع اكتر من عروف اكتر من محصول اكتر على مكان واحد طيب اقول له استخدم بعض النقع التقاوي في نطرات البوتاسيوم اضافة بعض الاسمدة مع الزراعة كل دي عوامل تخليه يحصل للمحصول المحصول ما يتأثر بمقتاخير معاد الزراعة طيب لازم نزرع امح نزرع امح عشان نقدر ناخد قرارنا بالزبط كده واضح ان في مجموعة كبيرة من المحصيل المعهد يعني بيرشد المزرعين المصريين في المكان الافضل لزراعتها وبيعطيهم ايضا التقاوي او افضل التقاوي الناتجة علشان نضمن افضل انتاجية شكرا لك دكتور ودكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية في وزارة الزراعنا وارطنا وشرفتنا في السوديو صباح الخريم